السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بشيوات حبيبا الغاوي كنت تمنى تكونوا بخير على خير مرحبا بكم في الصفة اليوم اللي هي مريقة بالتجاج واللوبيا والبطاطة والزيتون اللي كانت جيدة بزاف بطريقتي الخاصة نزولنا عن طلب متتبعة وفية طلبت مني أنني نحضر لها هالطبق هذا اللي باللوبيا والتجاج فهدي طريقتي الخاصة كنت تمنى أنك يعجبك هذا الفيديو هذا وتجربي وإلا أعجبكم ما تنسوش أنكم تغطو على زر إعجاب وتشتركوا في القناة دائما باش توصلوا بالجديد وفرجة ممتعة بسم الله أنا يا فطنجارة الضغط كنوضع الكمية ديال الدجاج لحسب أفراد الأسرة سنضيف عليها بصلة كبيرة مشلدة سنحاول أنني نغطي الحم بهذه البصلة فهذه الطريقة يأتي الحم الكثير والماراق سنضيف عليه المادنوس المادنوس اللي كنكون قطعته مزيان بالنسبة للتوابل فكحتاج نصف معلقة صغيرة من الخرق ومع قليل من السك الجبير وراس معلقة صغيرة ديال تحميره وكحتاج القليل من الإبزار والملح وضريس ديال التومة بالنسبة للتومة فكنضيفها كسينة كنضيف كنضيف نصف كأس عن بادي الزيت اللي فيه الزيت البلدية والرومية مخلطين سنضيف الطنجرة ونضيفها صفارة وكن نقص العافية مزيان باش حتى كيتتسلي ذاك الدجاج مع البصلة وكيهبط عليه ديك العطرية اللي درناه مع المادنوس ونسمى ديال البصلة فهذا اللي أثناء غدي ندوز باش أنني نقطعها بعد مما نقص لها جيدا ممكن أنكم تقطعوها كبيرة أو صغيرة دائما اللوبيا نحاول أنني نختار الحبات اللي كيكونو طريين بزاف باش كيجيوني إلداد وما كيجيونيش مصوفة من الداخل صراحة اللوبيا حساسة إلا كانت يعني جديدة فكيجي الطعم ديالها الديد بزاف كيف كتشوفوا معي يعني اللوبيا مية وبقاطرية غدي نقطع الكمية اللي غدي نحتاج ديال اللوبيا صافي نايا بعدما قدست تقريبا 20 دقيقة الدجاج ديالي كيتأسل إلا شفتوا معي يعني العطرية باقة الفوق والمادنس فقط كتهبط النسمة ديالهم هنا غدي نحرك الدجاج جيدا في ديك العطرية بهالطريقة هذي ما كتحرقش لكم العطرية والدجاج كيجي من السم وذك الدريس ديالتو محته وهو كيعطي واحد المدقلي هو رائع صافي غدي نحاول انني انشحر هالطجاج هذة بهال الشرمولة هذي او نبصلها اللي قيدناها مع العطرية كتجين اسلبة الطريقة هذي صافي غدي نضيف كاسك فير ديال الماء كنحاول انني نوضع او في اطراف هنا هي اللوبيا ديالي بعدما قطعتها وقسمتها ثاني مرة كنضيفها بهالطريقة هذي وغدي نسد عليها الكوكو احتى قد يعني ندخلها بطياب هنا ينخبط ليش غزة تقريبان اشير من دقيقة فوق عاقية تكون ناقصة وكنشد الكوكوت مزيان باش كتطيب لي اللوبيا مع الدجاج هنا بعدما طبط لي اللوبيا كيف كتشوفوا معي يعني ذاك الماراق را كافي باش نطيب الغضاء كامل يعني غير بديك لكاس ديال الماء وما يتحرق ليش غضي نطيب فيه اللوبيا ونطيب فيه البطاطا وكيبقى لي منو باش كنحط في طبصل يعني الماراق خاتر والديد بزاف هنا غضي نزيد البطاطا مع الزيتون ممكن انكم تكتفي فقط بالدجاج واللوبيا فقط كتنتضرو حتى كتتعقد ليكم الماراق صافة نعني اختارت انني نضيف البطاطا مع الزيتون غضي نشد لي الكوكوت تقريبا دقيقة ما كنفوتهاش باش ما تتحليش البطاطا هنا نضيف البطاطا كنضيف الحار مع القليل الملح من فوق كنضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا وكان مضعف التبصيل وكيجيب هات الشكل هدا كيف كتشوفوا معي مريقا كتجي لديدة بزاف وكتجي عاقدة مع اللوبيا كتجي لديدة مع ذيك الطريقة باش نصبنا في الاول كيعطي واحد الماداق لي ورائه مع نسمة ديالدجاج كنتمنى يكون اعجكم هاد الفيديو هدا ويلعجكم ما تنسوش انكم توصلوا الاكبر عدد من اللايكات وشكرا على المتابعة و الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة